فشلت مفاوضة كنشاسة الفرصة التي قالت مصر إنها الأخيرة للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة ثلاثة أيام من المباحثات بين وزراء الري والخارجية في الدول الثلاث تنتهي إلى مشهد معقد وتساؤلات عن خيارات ما بعد هذه الفرصة الأخيرة لابد أن نذهب إلى مجلس الأمن نضع من مسؤولياتي أيضا الضغوطات الدبلومانسية والدولية يجب أن تمارس على إثيوبيا من الدول الفاعلة والدول الخليجية المستثمرة في سد النهضة محاولات توسيع الوساطة في هذا الملف المتأزم بحسب مقترح السودان الذي دعمته مصر لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فضلا عن منظمتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي رفضتها إثيوبيا المتهمة بالتعنت والمماطلة من دولتي المصب نقترح الوساطة الرباعية هو اقتراح كآلية للوصول إلى حل لكن المطالب الأساسية هي الاتفاق الملزم والشامل قبل الملء الثاني وإلا فسيكون هناك أمر واقع جديد ولن يكون هناك قدوة بعد ذلك من عملية التفاول أثيوبة في العادة ترفض لأنها ليست لديها إرادة سياسية أصلا للوصول إلى اتفاق اتجاه إثيوبيا للملء الثاني بشكل أحادي في تقرار لسيناريو العام الماضي عندما حجزت ما يقرب من خمسة مليار متر مكعب من المياه في بحيرة السد يواجه بالرفض من دولتي المصب خصوصا مصر التي أعلن رئيسها عدم التفريط في نقطة واحدة من حقوق مصر التاريخية في نهر النيل محدش هيقدر يأخذ نقطة مية من مصر واللي عايز يجرب يجرب ده هيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة كل الخيارات مفتوحة وسأفها مفتوح لأنها بتمس أمن قومي مصري بتمس حياة مية وخمسين مليون سواء في مصر أو السودان فكل السيناريوهات موجودة ومفتوحة للحفاظ على الأمن القومي المصري رسائل أخرى غير مباشرة وجهتها مصر والسودان بالتوازي مع اجتماعات كنشاسة عبر تدريبات عسكرية مشتركة بعنوان نصور النيل اثنين أقل من ثلاثة أشهر على بداية الملء الثاني لسد النهضة كما تصر أدس أبابا فترة قصيرة تضع دولتي المصب أمام موقف صعب وخيارات أصعب بعد فشل مفاوضات كنشاسة محمد محيددين الحرة القاهرة